بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم انت سأمن من قناة جرافك زينا. النهاردة ان شاء الله هكمل معكم الشرح اوامر سريدي وتوكاد. والنهاردة هتكلم عن شانفر ايج. شانفر ايج بتبقى موجود عندي هنا فيه المينو بار اللي فوق فيه صولد. وبعدين صولد ايدتينج. وبعدين هيجي هنا فيه سهم اللي بيظهر الاول اللي هي فيلت ايج. لو انا فتحت السهم بفتحها بالشكل ده هدوس على شانفر ايج اللي هي ان انا عمله ان انا بحدد الديستانس بتاعة الشانفر. طيب لو انا محددها الديستانس اصلا وعرفاها. لوش محددها باجي حددها اقول له دستانس واختار الديستانس. انا هخليها واحد واحد. تمام? وايجي اختار اللي انا عايزها. اهو. شايفين ده? انا كده بختار اللي انا عايزها. كده انا عملت له شانفر. وبعدين انتر. هنيجي نشوفه مع بعض? اهو. طيب. هنيجي نعمل شايفين? بنا كده عملت شانفر. طيب هنرجع تاني. وهاجي. هقول له شانفر ايج. واختار هنا في الحالة دي. تمام? واختار الواجهة دي مسلا. اهي. واختار دي دي. طيب لو انا مش عايزها. بعمل ايه? بقول له اختار لي الواجهة دي. خلاص انا عايزة الاطلعة دي اللي هي هي اللي انا هعمل لها شانفر. واجه اقول له عملها لي بالشكل ده كده. طيب انا عايزة مسلا اكبر الديستانس. بدوس على دستانس. هخلي واحد ونص. واحد ونص. تمام? بالشكل ده كده. وبعدين ندوس بين ماوس انتر. وبعدين انتر. هنيجي نشوفها اهي. او رياليستيك. ايه دي. عمل هاري بالشكل اللي احنا شايفين ده. اهي. يبقى انا اقلوب عمال لي الاضلاع كلها. اللي موجودة. الاربع اضلاع بتاعته. عكس الاج. نفس الكلام بنعمل نفس الاضلاع. الاضلاع التانية اهي. بالشكل ده كده اهو. ممكن انا اختروا واحد واحد او ممكن ان انا اعمل له درس سهل جدا. ده ما هنشايفين كده. اهو. بكده انا خلصت درس بتاعنا النهاردة. يارب بكونوا استفدتم منه. ازا استفدتم منه ما تنسوش لايك وشيرو سبسكرايب من اسفل الفيديو ده في الجرس. علشان يوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.